ما ينفعش عمل لها بلوك هي ذات نفسها لما تلاقي إنها عنده شخصية من أول يوم معاها إن إلا أم ولادي ليها احترامها هي ذات نفسها هتخرس هتسكت وهتتقبل بعد كده إن هي ده خط أحمر أنا ولادي وأم ولادي خط أحمر دي النقطة الثانية اللي احنا هنقول النقطة الأولى احنا قلنا يقدوا اللي عليهم من وحيه واجبت بعد الطلاق النقطة الثانية لما نيجي نتواصل مع بعض نتواصل في حدود اللي هو مش هنقول صادقة كاملة اللي بقى وعد أحكي لها أسر حياتي أكيد مش هينفع ولكن في حدود الأولاد وفي حدود اللي الطرف الآخر هيسمح لي بيه يعني أنا كلمت حضرتك في نقطة معينة هتجاوبين عليها مش هتدخل في حياتك بأزيد من اللزوم فبالتالي أقدر أفتح السبيكر ممكن أقدر إن أنا أتكلم معاك بصد الرحب فعارف إن أنت مش هتتدخلي في حياتي فبالتالي هنا يبقى عندي الحدود في الكلام مع الطرف الآخر اللي هي شركة حياتي السابقة في الأولاد أو في اللي هو بيسمح لي بيه في الكلام يسألني عن حياتي هل الستة التانية الكويسة دي اللي هو اللي تجاوزها بعد ما طلق هل لو هي ستة كويسة ومن عيلة كويسة ومحترمة وبنت ناس ومثقفة هل بيفرق في التواصل ما بينه وما بينه ولاده طبعا وكمان هو من الأصل لما يجي يتجاوزها مش هي عارفة إنه هو عنده أولاد وعنده زوجة سابقة ولا هو تجاوزها كده على غفلة ما هي عارفة فبالتالي ليه هو ما حطش النقط فوق الحروف واتكلم معاها وهي عارفة وموافقة وهتعاملهم إزاي أنا على فكرة بيجي لي حالات هو عنده مشكلة مع الزوجة التانية عشان بتعامل ولاده وحش طب إنت حبيب ما تكلمتش معاها ليه قبل الجواز وخدت منها الكلام ده لا أمر بديه إنه يتعاملهم كويس لا إنت كان المفروض تعرف هتعاملهم كويس ولا تيجي يقولك هي تيجي تقول أنا ما كنتش عامل حسابي إن الولاد هيجوا يقولوا معنا فترات طويلة هو ما قال ليش طب وفعلا في حاجات أنتم أطلعتوش بعض عليها ونيجي بعد كده نختلف عليها كمان في الزواج التاني فالولاد هم ضحية طول الوقت يعيني دول الغلابة